يمارس عمر دياباتي وهو مهندس زراعي وبيطري الزراعة الايكولوجية في مزرعته التي تقع على بعد حوالي 30 كم من باماكو منذ عشر سنوات مفهوم يقوم على احترام النظم الايكولوجية ويسمح بالحصول على مردود مرتفع على الرغم من جفاف الارض في الساحل في البداية لم يكن سهلاً إقناع المزارعين لأنهم كانوا يعتقدون أنني أخفي شيئاً آخر كمستحضر مسحور نستخدمه لأن الأرض التي اشتريتها كانت فقيرة للغاية حتى العشب لم يكن ينمو فيها عمر لا يستخدم أي مادة كيميائية في حديقته بل فقط السماد العضوي والطبيعي وللحفاظ على خصوبة التربة يمارس عمر ما يسمى بتنوب زراعة المحاصيل كما يعوض المبيد الحشري بالنباتات المعالجة التي يزرعها كما هنا أمام هذه الطماطم القطيفة لا تجتذب الحشرات المطلفة وغيرها إلى زهورها فحسب لذلك هي تسمح للطماطم بالنمو بهدوء وفي الوقت نفسه تبعث القطيفة مبيد النماتودة في التربة التي تسمح لنا بمكافحة النماتودة التي تتطفل على جذور الطماطم كما يسمح المسج بين الزراعة وتربية الحيوانات بتدوير النفايات الحيوانية كالأسمدة وباستخدام الأعشاب والمخلفات النباتية الأخرى لتغيية الحيوانات يتم حصاد إنتاج عمر مرتين في الأسبوع ويوزع مباشرة على عملائه المعتادين وفي عائلة دياباتي الجميع يعملون معاً فتمتا زوجة عمر هي المسؤولة عن إعداد السلال التي سيتم دوزيعها في جميع أنحاء بمكو